وبش هذا تقول ردتك تعتذر وبصم لكم سامح رايد حجة قل لك عز على الطايف ردتك تعتذر وبصم لكم سامح رايد حجة قل لك عز على الطايف فانوسك زعل منك وجاك الليل تظل تعثر حسلك لغتج الصالح معزتك غلاتك خلت الآسف فصل مكتول لعيونك الماصف عوض على المالح ردتك تعتذر وبصم لكم سامح رايد حجة قل لك عز على الطايف فانوسك زعل منك وجاك الليل تظل تعثر حسلك لغتج الصالح معزتك غلاتك غلاتك خلت الآسف فصل مكتول لعيونك الماصف عوض على المالح جاكاك دلال الخربك اي ضرب خارجم الماي الزايدة عل الزرع دلال الخربك أي ظرف خارج قوس هالماء الزايد على الزرع دم سايح ولك سر الممات هالماء على الغرقان للماء يعرف لها النعمة شي فاضح دامك تعترف دامك تعترف لمزع على مرغوب شلك بالمكابر بادر وصارح وغمض وش كري هم بينات مو منسوق اش ما يغلل سعر شرايه الرابح غيرك دفع وضعاف ورفض تنباع فطن ودر الفرح من خصة الناجح شك بردان رفتك عايفك معيوم لو يطيني قلب مبدلك ورايح شك برداني شك برداني رفتك عايفك معيوم لو يطيني قلب مبدلك ورايح ما حسبك خصم من صار طق سيوف لا تعير لي لما نشوف الدم طاية شاورت القلب خسران بس مرتاح بقانون العشق يا فشلة الجارة بقانون العشق يا فشلة الجارة من تزعل ألم ماي الوجه وارضيك واجيلك شن حب من كل كتر ناضح وزعل اعتبره شان كبير أو صغير الأبيضلون ما بيطوخ له فاتح وتعرفني السهل ما عدي رغبة وياه حصت سهمي بالغزلان اللي تواكح قعدنا اثنيننا نبين منه الغلطان أصياحك عثرك خلى الغلط واضح بصريخ الحرام غايله كالضوح حتى يطنف علته يكثر الصايحة وضمك من ترد خاف لك نية عود شنو ذنبله بصدر الشوق بيطافح مرات السجن السجن بيتحفظ المسجون يصبح صيده سهل الغنم لوس عرح السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا مشاهدين برنامج المهلهل وقناة الأيام غالبا ما نستضيف الضيوف الشعراء اللي ما مسلط عليهم الضوء لكن في بعض الأحيان يكون محطات مهمة المفروض من الشاعر أو مقدم البرنامج الشعري يمر بهاي المحطات وبالأخص إذا كانوا منقطعين لفترة معينة اليوم الضيف مالي ضيف من من السطر الأول أو من الطراز الأول من القصيدة مبدع جدا أنا شخصيا من الناس اللي يستمتع القصيدة من الأخلاق من الشعر من الجامع كلمة شاعر ضيفنا من ذيقار الحبيبة من الشطرة تحديدا الحبيبة أيضا الحبيب والأخ والأستاذ أحمد عاشور الله يسلمك أبو الأكبر أنت الأخ والأستاذ أولا وأنا جدا فرحان بها الدعوة وأتشرف الله يسلمك أتمنى ما أبو خسد حقك بالمقدمة أبو الأكبر أنت ما تغلق الله يخلق الله يسلمك سؤال بالي وبال الناس وبال أي واحد يعرف اليوم حلقة أحمد عاشور وين هذا الانقطاع والله هو قبل لا يكون سؤال أنا كنت يعني أريد أقول أعتذر أعتذر من ناسي أو أعتذر من الناس اللي يحبوني يسمعوني كأصدقاء أو كجمهور مثل أي تسمية يعني يختاروها أعتذر على هذا الانقطاع لكن أكو أشياء أهم في حياة الشاعر أو أي فنان صفنة يعني أنه أنا مريض أطلع بعد عمر يعني كم سنة وأطلع مثلا يا بابا مريض تعالعالجني أو هاي التفاصيل شايف ماك أحد يحبي مرض هذا الظرف فلازم الإنسان ما ينسى أني أكو أشياء أهم اللي هي العائلة اللي هي الوظيفة الزواج التفاصيل هاي هذن اللي اللي سنتين أو أكثر تقريبا اللي راحا ما بين كورونا ما بين مظاهرات كانت ما بين أحداث يعني بالبلد أصلا هي إذن للشعب كانت يعني موذيك الشعب كله موذيك الحركة لفترة راحة وقلت أنا أختار هذا الوقت بما أنه الوضعية ما تسمح للشعب قلي أختار أنت أزوجت الحمد لله وشكر وانتقلت أزوجت وراح أصيب عندي في عن قريب بإذن الله في 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 أسم شعري الله سلمي ونقلت أهلي من ذيقار إلى بغداد يعني أهلي أقصد والدتي وأخواني جيد يعني سهل استقرار الحمد لله وشكر استقرأت ببغداد أي هذه التفاصيل بالحجة سهلة بسية بالحقيقة كل شي صعبة من تنقل كل شي ومتعلقات فلان ومتعلقات فلان والمدرسة الفلانية كذا كذا شاف هذه التفاصيل نعم الحمد لله وشكر هسا خينقول نفست جدا جدا نفست هسا قدرت يعني خينقول هي نسميها استراحة مقاتل جيد برأيك برأيك فاتك شي بهاي الفترة هو برأيك أكيد فات شي بس هي بالأخير أنا بصراحة قلحت حشائي أنه ما أقطع حيش القطعة لو ما متأكد أنه أنا أعرف شون عبد العظام الناس أنه تبقى ثانية جيد الحمد لله وشكر يعني أنت قبل الانقطاع على درايا أنت راح تنقطع وعلى درايا أنه راح ترجع اي اي لا يعني أنا أعرف أن هذه الفترة بحيث قطيدة نزلت منها قبل فترة الجبر تنزل لأن الناس تقول ما كاتب أنا مو ما كاتب لا أنا أصلا كل شي هو يمبور يعني هاي السنة والسنة اللي وراها أنا أعرف شو أحننزل بها بس ما الوضع ما يسمح لا أنا وضعي كحركة ولا الوضع العام ولا الوضع العام هسا الحمد لله وشكر أنا ما بتواح الوضع العام إن شاء الله أفضل والبداية ويبو لك وأبعض الله يعزك من دواعي السرور تكون الرجعة للوسط من خلال المهل يا بعض عمو الله الله سلام أفضل غرد إن منين ما تحب تغرد الله سلام نبدي يبقى صيدة من نقول لي من بعد التجارب والخسارات الله 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 من بعد التجارب والخسارات عرفتلها وبعد ما صاح بحث عرفتلها وبعد مو علي موتون من بعد التجارب والخسارات عرفتلها وبعد ما صاح بحب عرفتلها وبعد مو علي موتون على العدلين اللي في ستوب والأسود شايف من طفل تنعاد الأيام نفسها وماكو شي بيها يتجدد يجي الشامباتشل وما يختلف شي نفس الفارحة بس عمره كزيت ساعتها العمر مستعمل يصير وحلامك شوية شوية تنهد صح ينكتب عايش بالسجلات بس انت مجرد رقم ينعد ايه مثل هو اللي بالمقبرة شايف من طفل تنعاد الأيام نفسها وماكو شي بيها يتجدد يجي الشامباتشل وما يختلف شي نفس الفارحة بس عمره كزيت ساعتها العمر مستعمل يصير وحلامك شوية شوية تنهد صح ينكتب عايش بالسجلات بس انت مجرد رقم ينعد ايه مثل الهول بالمقبرة يدور لا تخنق ولا يشتمك اكبر مشكلة يواجهها الانسان اذا عالمشكلة يبدي تعوّد وانا بقمة خنكتي وانت هبّيت اصعب مشكلة يواجهها الانسان اذا عالمشكلة يبدي تعوّد وانا بقمة خنكتي وانت هبّيت واشتميت فتحة باب ملقد لقيتك راحتي وحلي وضو العين والباب بوجه الريح ينسد صح حبيّتك منبعيد لبعيد بس انا اصفنت بوجهك أبعد كنت تحاير وشلون القمر سوّوه ومن شفتك عرفت أصل القمر خد من شفتك تغيّر موعد النوم بدّي تسهر وحن بدي تسهر وحن بدي تسهر وحن بدي تحاير شلون القمر سوّوه من شفتك عرفت أصل القمر خد من شفتك تغيّر موعد النوم بدّي تسهر وحن واشتاق وابرد وغار وترجفيدي وابتش واحتار وشوفك وارتبك وابنيك وانهد مجرّد حب كسر كل القوانين وخرج عن سيطرة قلبه تمرّد على حكم المذاهب والتقاليد أحبّك يا العيونك مانهن حد أحبّك أكثر من العنّي حتون وكثر من صراع الرّاج والسد وكثر من حجم تقصيره وياك من تحتاج منه يتأخر الرّد أحبّك لكن شقيت ماذري بس ها مو حلو أن أحبّك وعرف شكال السلام عليكم الله جميع يا بعض العمون أنا حريص جداً أثناء قراءتك للقصيدة ما حبيّت أقاطعك يا بعض العمونك لأنه حقيقة أنا تعجبني القصيدة اللي تكون مترابطة فدوا العمونك صحيح مترابطة فمنه تقول الله أحس أنه تخرب سلسلة غافكار الله يسلمك شكراً يا بعض العمون الله يسلمك شكراً أنا اللي شاكب لك أي والله يا حبيب المتعة الشعري أنا بالمناسبة يعني هاي الحلقة من الحلقات اللي اللي مراهن عليها فدوا العمونك وأنت قدّر ريهان أنا مراهن عليها وما قلّك أنا مراهن عليها يا حبيب الله تقدر يعني إن شاء الله يا حبيب برأيك اللي اللي جاي يصير بينا منين ذنمّاً بصوشنا بصوشنا أتقل لي شلون صوشنا؟ أقل لك صوشنا نحب اليعذ بقلوبنا أوف صوشنا نحب اليعذ بقلوبنا عشقناك وهي أقوى ذنوبنا الله 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 يلش نتركض ورانا تبوس ديناً والله دنيا لخلتك محبوبنا لا بالله أي والله والله دنيا خلتك محبوبنا الدنيا دوارة دوارة فهي صوشنا أي مراهن الغرور مطلوب؟ أكيد يعني مراهن تحتاج أن تكون مغرور أنت مغرور؟ والله هو ما أعتقد أكو أكو شيء يعني بنظري أنا ما أعتقد أكو شيء يخلي الإنسان ينغل وغير أنه من القنسان جاي يصرف هذا التصرف فيقلك التكبر على المتكبر عبادة نعم مشيتوا ياهم عدل؟ مشيتوا ياهم عدل بس الكارثة أنه من توصل للمحلة أنت مشيك العدل يكون ذنب تتحاسب عليه بحيث أكو قلت غلطان غلطان تنتمشي عدل ويلي غلطونه ياهي غلطان تنتمشي عدل ويلي غلطونه ياهي حتى العلشتاف يصعد خنطلع يحفر جواهي ما ألا أسف الله أي والله ما ألا أسف الله وهي يعني خلنا نقول هاي كلها تجارب نستفاد منها طبعا طبعا هي دروس 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 أو مو حلو الدروس تكون مجانية طبعا هاي لازم وراها جهد وتدفع ضريبة عليها أحمد أنا اللي أعرف بك أنه أنت متابع للجو الشهري صحيح بعدك لو والله يعني بصرح هاي الفترة اللي واحتمو كلش يعني ما سمحته هواي بحيث هواي أسامي جاي يتمو عليها أنا ما سامع بيها بينما المقابل يسول في بيها يسول لك هاي أسامي موجودة بالشارع تفهم عليه جيد شون جاي يشوف العجلة تمشي الحسب اللي انت شايفة انت قصدك لي قدامه واللي وراه لو الحركة شون الحركة الشعرية عبورها الحركة كانت شلل يعني أنت لا أماسي لا مهرجانات أقصد شعرية أضافة إلى أنت هسا ماك واحد ينشر هاي قبل تانت ينشر البيت وينشر كذا هسا ما أعتقد بك واحد أكو مجغولين بأشياء بالفترة هاي أنا عشي على الفترة راح طبعا بالفترة هاي لا بدت تبدل الحياة إذا نريد نسمع قصيدة شون نختار برايك أنا حاضر شون اللي تختارها الله يعزك شون القصيدة اللي نسمعها نسمع نقول قصيدة حب أخرس بصراحة هي يعني كانت من القصاد القديمة بس من راجعت القصاد على المو الديوان اللي قيت هاي قلة الخبرة إنه كانت أك شايف أكو بيت كلش حلو مثلا وصياغتها مو صحيحة فخي نقول عدد صياغتها عدد صياغت القصيدة نقول ماك أنت تفهم معنى اللي طيحه في ضيت ضقتها ويا حورة طيحت العالي طحت شلون اللي بيوت العالي أم الطيح طحت مثل البيوت العالي أم الطيح ماك أنت تفهم معنى اللي طيحة ضيج ضقتها ويا حورة طيحت العالي طحت مثل البيوت العالي أم الطيح وشفتهم منمشة وغالب ضهر غالي وانا ما فزعت لكن دمعت التصيح ما هديتها بس ضلت تلالي مثل ذاك اللي نام في خشبة التابوت كل الناس جنازة يتراوالي كل الناس تفكيلي ورا ما أموت ايه؟ وانا عدل ما حتى عناني وكانت تجربة تجربة وفزية منها وحيد عدل بس طايخ من عيون عبدالي عدل بس تاسف حيطان ذكرى وخوف ونفس والسجن يبرد من يضرحالي وهي المشكلة جروح العزاز عزاز من تلتشن بيه صيحن يالي مو معناتها يقضل عمر اللي تشمات بس هو عذر حتى قنع الحالي وانا من دنقت ما كنت أدور قاع ولكن ثقرة الحسبات لبالي وجيت انت انا من دنقت ما كنت أدور قاع ولكن ثقرة الحسبات اللي ببالي وجيت انت وقلت لك لا تبقى الباق ترى هو يموت يموت للتالي انا ردتك قبل قبل من شان قلبه بخير قبل لا صيح ياه يصير تشتالي قبل من شان تغمر خاطرة لقاك بعدين افتهمت الظلمة احلالي بعدين افتهمت النجم ليش بعيد اثار الناس تكره كل منه и لا لي اثار الناس تكره كل منه سلامة涵 اثار الناس تكره كل منه ما حدي لوحة انت بعيد intelligent وان شاء الله دوم التلالي الله يسVI ناخذ فاصل ونرجع أحبتنا فاصل ونعود إليك أحبتنا مشاهدين قناة الأيام عدنا وإياكم مع الممتع أحمد عاشور يا حبيب الله آسفين إذا تعبناك لا يا أبوحي لا تعبكم آحا الله يخليك قلت بالبارة الأول أنه أنا مبور هواي نبور قصائد كاملة لو أنصاف قصائد بصراحة هو أنا طريقتي بالكتابة عندي القصيدة تخلص من أعرف شما راح تبدو وشما راح تنتهي وبالنص يعني مثلا يعني راس ملحة لا أصلا كاتب مثلا هي شي هيكل أنا أسأل هيكل للقصيدة وبعدين أملي الملع بصراحة عندي أسهل شي الصعب عندي شون إذا كان عندي موضوعين مثلا مختلفات شما راح أبط أنا اللي مبورة تقريبا قصائد جاهزة ناقصها ملي مجرد ملي آه جيد حسنا نسمع جديد عندنا لو ما عندنا جديد بإذن الله نسمع لها جديد آه نسمع جديد إن شاء الله جيد جيد هذه بالنسبة للقصائد أما مثلا كأعمال فنية يعني كنصوص فعندي هواي تعاملات بس اللي قريب عندي اللي مهاجد المهندس عندي الوليد الشامي عندي المصطفى البيعي عندي المصطفى العبدالله عندنا على الجاسم سيف عامر وعلى صادق جميل جميل بالتوفيق إن شاء الله الله يسألناك بالتوفيق نأخذ شيء من الجديد نقرأ شيء من الجديد نقول نقرأة مأن آي بالمناسبة قبل لا تقرأ لاحظت خلال الأسماء القصائد رأيك اسم القصيدة مهم اسم القصيدة يا أخي هي القصيدة تحتي عن فترة معينة جاي يمر بها الشاعر كتعريف وكصدقانة عند هذه القصيدة مثلا هي تفترة لا 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 جايك جايك بالحاج عنوان القصيدة يا أخي يطيها شخصيتها ويطيها عزلتها عن باقي القصائد أنا أرد أن الشاعر يعني أنا مرة أشوف شعراء قصائدهم أقدر ورشاها من يقر قصيدة أقدر أطبكها ويل قبلها وتمشي قصيدة واحدة هاي أنا ما أحب أحب كل قصيدة إلها جوها وإلها اسمها وإلها فترتها وإلها ظروفها جميل وهذا أشوفها يعني يعني هاي ما تشبه الثانية هذا موضوع وفترة من حياة الشخص اللي جاي يحتي يعني كارثة من ما يصير إلها اسمها اللي يليق بيها ويعكسها يعني جيد أطمئن تقول أطمئن أطمئن يعني هو هواي هواي كلمة مشتاق لك وهواي تين قال بس هالمرة أحس مشتاق لك فد مرة وبغيبتك عايش فراغ شكبره حتى الأغان استغربتني بلياك هالمرة حس مشتاق لك فد مرة وبغيبتك عايش فراغ شكبره حتى الأغان استغربتني بلياك قالت له أيني؟ وقلت جاي انتظرة وانت طمئن ما بيشي أنا بخير بس اختنق ما بين فترة وفترة يل ما تجي بوبش كثر حنيت لك ومن عيني مدرش كمسمة حنيت لك مو هسه أول ما رح تحنيت لك واستحشت مثل الجديد بقبرة ومطرة الدنيا وقمت غيرك ما شوف هالمرة حس مشتاق لك خدم الله وبغيبتك عايش فراغش كبرى حتى الأغاني استغربت نبليات قالت له أيني؟ وقلت جاي انتظرة وانت طمئن ما بيشي أنا بخير بس اختنق ما بين فترة وفترة يل ما تجي بوبش كثر حنيت لك ومن عيني مدرش كمسمة حنيت لك مو هسه أول ما رح تحنيت لك واستحشت مثل الجديد بقبرة ومطرة الدنيا وقمت غيرك ما شوف وتخيلك ما بين قطرة وقطرة يتشابهن شيلة قذلتك والكاس بثنين هن تصعد براس الخمرة بثنين هن ترقص بعين الضويات مو هسه أول ما رح تحنيت لك واستحشت مثل الجديد بقبرة ومطرة الدنيا وقمت غيرك ما شوف وتخيلك ما بين قطرة وقطرة يتشابهن شيلة قذلتك والكاس بثنين هن تصعد براس الخمرة بثنين هن ترقص بعين الضويات باثنين هن غنيت مرة ومرة يال ما تجي يعني شي خسرك لو علي ماردتك وتشوف قلبي الغيبتك ماردتك شم واحد بواحد يجي وماردتك بعيوني ما يسون منك نظرة وين ألقى مثلك ايه والله حبك يال سكتك قمع وسوالفك تشبه الخبزة السمرة وين ألقى مثلك بشر أصفى من الماء بعيونه غابة ومنجلينه بخصرة واخدوده ضحكة نبي وشعره من يميل حتى الهو يغمض مني شم عطرة ايه والله حبك واستحمني سئلونك جم ترسم لهم قلب عايف صدرة بالله وعلم وان سمعت اسمك فزيت وتلفتت مثل الهو اللي بالصحرة ورديت قلت لك من جديد أنا بخير السخطنق ماضي الله سلام أجاد ومشحاب قصيدة جنن حرفيا جنن الله سلام اكفذ والعمال رأتسألك تؤمن بالثار أكيد أؤمن بالثار للأشياء التي تستحق الثار أكو شخص بدك تأخذ من نثارك لا هو نقول حالة فسوياك وحدة بوحدة بس بوكت القصيدة الحمد لله اخذ الثار على قولتهم من عنده طبعا بوكتها قلت لحالة فسوياك وحدة بوحدة حالة فوصلك مرحلة لمطلوب دم تحزده بما أنا ذكرك من غبط وقليتني بس سلتفت مثل اليطيح بشدة والمشكلة جرح القلب ما لمكان تشده الله يا حبيب الله 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 اليوم جاي نشوف التطور بكل شي برأيك التطور في شيء إيجابي لو سلبي أكيد التطور بشيء إيجابي بس سبول أكبر التطور مو بكل شيء يعني أكيد أكبر هذا هو أمور حلوة ما تتطور؟ مو حلوة أكبر أمور المفروض ثابتة ما تتغير بالبلوكت هذا صارت الطيبة الطيبة مثلا صارت شيء قديم والوفي يسمو غشين أشجابني أنه يتعالم بس أقول الله كيمين زعلان من كل البشر زعلان حتى من الصور لحديد أقبار بعض يا ناس أنا قلب انكسر وياي أنا بس الله وياي والقالة موت الغيب بتقبل عايشة بلاياي وبهاي الله يقبل بهاي وسلام ما أريد أكمل النصي للأخير ما أذكره بس ربطا أنه أنه الأشياء الثابتة تظل ثابتة المفروض أي نعم أنا جدا أتفق في هذا الكلام أنه أكو أمور مو حلوة تتطور المفروض ما تتغير بعيدنا عن تتطور أي ما تتغير تظل ثوابت تظل ثوابت طبعا والكلام اللي قريت حتى ما أفخص حقه تحياتنا للفنان سيف عام هو اللي ملحنا ومغني كنص غنائي نعم 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 ألف تحيل سيف عامر وإلك أيضا هذا كان نص أخذ حصة من السمع يعني ناس هواي سمعت بالتوفيق لك الحمد لله شكرا صار أنه هواي مفارقين الحزن بالقصيدة لكن بصراحة إحنا العراقيين وكأنما توأمان مع الحزن تتفق؟ أنا ما أتفق في حالة في أن إحنا مفارقين الحزن أحنا الحزن جاي نعيشه بس بالكتابة ما جاي أي يعني قزي ما سامعينه صحيح أكيد أتفق أصلا أتفق أنه إحنا توامان وي الحزن لأن حتى قصائدنا بصراحة من نكتب الأشياء والله ما بها لذة هي لذتها من أنت على قولة بها وجعة مجموة وتكتب أي أصحيح لا أكو ناس بصراحة لهم حق علينا وكأنما الدنيا نستهم اللي فاقد ابن اللي فاقد ابن هذول الناس اللي عدهم عدهم فقد بحياتهم وذول المفروض يعني المفروض أهم من عدنا إحنا اللي جاي نباوع لهاي التفاصيل ما ننساهم المفروض أنا باقي أنا هواي كاتب أكيد على هاي التفاصيل بس باقي مشهد بالي يعني أنت أكيد تريد أن نقر على هذا نعم يا ريت والله فأكو مشهد بالي يوم اللي يام أحد شهداء الحجد الشعبي بالمعارك والتحرير يعني فمن أجت الجنازة وشفت انتبهت للنسوان شون يعني ردت الفعل أوكي شايف الزلم من يصير هاي حدث شايف هذا اللي يواقف النسوان بوقت انتبهت شون طلعه وشون تعابيره على الوجه فكأنما أم أمه جاي تحاتي هيش بترأسنها فتقول هو وتراب والتابوت يدنه هو وتراب والتابوت يدنه ومدر من اين طلعت ريحة الجنة قصايد مالحة وجفوفنا معزبات لطمنا خدورنا وظل بيهتر حنا وترافقنا هلاه السود مقضيات مقضيات اتعرفنا أولادنا من حرور كل ونه وصحت يبني صحت ودر ثقيل الموت بس يا حيف عمت عين الثدايا الماء قاعدن صحت يبني صحت ودر ثقيل الموت بس يا حيف عمت عين الثدايا الماء قاعدن عمت عين المطر من ما يعرف يطيح العبي مولى الضوى للي يستحن منه وانمه الفدى بدمه هلا وحيد وليا دي معدل وصاحب هلا وحيد كنت شعب دي بالدنيا هلا وحيد وحطة تقول ها وقوة الله 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 رحم شهداء العراق جميعا عمين يا رب العالمين وشكرا الوفاءك هذا واجب نقول أيو الله لو لا لو لا هذه الدماء اللي سالت على أرض العراق واللي تسيل باعتبار أنه العراق والوطن والانتماء للوطن يستاهل تضهية ناخذ فاصل ونكمل حلقتنا تمام يا حبيب أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم أحبتنا يا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهله الوصلنا وياكم إلى البارت الأخير من حلقة المهم أحمد عاشور الله حسناك حياك الله الله حياة لك يا حبيب أبو شهاد أكثر وقت ما تحبه وقت المشكلة أنه هي الوقت يومية ينعاد فأنا أكثر وقت هذا اللي تعبر بي يسمونه منتصر في الليل هي تفصل لك ما بين الـ 12 دي شباحة نهار والـ 12 الجاية هاي الـ 12 الجاية آي مشكلة ويومية تنعاد وهم عبرت الساعة 12 وهم جلي اللي بدونك وما أدرو أين طل وجه من تجبال عيونك هم عبرت الساعة 12 الله الله هم جليل بدونك وما أدرو أين طل وجه من تجبال عيونك ما أعرف أين ظل من رحت ما أقول عن روحة طحت بس كنت أهزيد إذا واحد يقل ليش لونك بصراحة أنا ما أحب كلمة الخطية تنقال على الرجال صحي يصير في بعض الأحيان نقولها نقولها برأيك منه هذا نقال على خطية أنا كشباب يعني كوجدان نعم كوجدان كوجدان الخطية خطية طالب اللي يخلص مثلا أربع سنين جامعته يحبه وعايش الحب ويغار وهيك بس هو وحده يعني بدون ما يقدر الطرف المقاول ما يقدر فخطية يحشق وما يقدر يقول من يليك ما مسموح لي يفز الرسالة الفارغة معناها كنسان خلص ليلتا يكتبها ويتشز ويتشز بسلام الله الله أصعب إحساس حسيتك أصعب إحساس يعني هو حساك كلمة ما جاريت تطلع من عندي بس خينقول الذلة بتقدر سميها ذلة وهو كان بالقصيدة اللي قلنا عليها حال فسوياك وحده بوحده والحمد لله وشكو تعادنا بس الذلة من قلت له ذليتني بس أنا لك ذليتني بس أنا لك بس أنا لك والمثلي مو هسة رأبعدين يلا تفقده تشتاق لم نتغمض وما تخفى من تكتب اسمه تجي تنام بصفة وإلى آخر القصيدة بس هي أصعب إحساس هي ذليتني أهم ممنياتك أهم ممنياتي كون أفقد الذاكرة وارتاح من همك الله كون أفقد الذاكرة وارتاح من همك ما ريد أدنك بعد من نمر من يمك ما ريد أظل بالمطر عجامة خط باسمك وما أهم كون أفقد الذاكرة يعني هي مرات فقدان الذاكرة في شي صحي أن السيام نعمة طبعا طبعا بالي أسماء رايدك تسولف لي عنهم بصراحة أنا أكون أكو أسماء أعرفهم وكأسماء ما أعرفهم يعني أسولف عنهم لو عن علاقة بهم لو ما فعل بصوة عامة عرف لي هذا الاسم بالنسبة إليك شخصية بالنسبة إليك جيد جيد هذا اللي حسسك هذا كنت تشتغل اللي صار رياي من تعاملت وحسام هذا التعامل حسسنا أنا شن وين شنت ووين تقصى لش مشتغلين أنا يوما ما شنت شاب يعني بعدني بالشعور ومعلّك صورة حسام كشخص رباوع لي اسمع أغاني لا أكثر ولا أقل والله اليوم هذا الشخص أنا جاي أحتيه بالواتساب ويقل لي عدل وهي فهو مرات يقل لي عدل لهي تي غير لهاي الكلمة أنا أضحك أضحك لأن أنا جاي تذكر وين يعني شون تنتبهوا عليه وهس صديق والشرف طبعا فلاقفة فهذا الشخص كان المحطة اللي يعرفت اللي وين واصل هلا هلا شن يعني لك الجنوب الجنوب الجذر أنا أشوفه الشي اللي ما ينهي بالنسبة إلي غير قصدك بالنسبة إلي أنا أشوف الجنوب الشي ما يتز نقول لأحمد عاشور شاعر من شعراء بغداد لأو من الناصرية أتشرف طبعا بكون شاعر من بغداد أو من الناصرية أو من كل محافظاتنا فس يعني ما عرف شون أصفه الكياه بس هي تحز بنفسك من يعني من ما أقول من الناصرية بصرح أنا أريد من الناصرية لأن أنا من الناصرية وجيت شاعر من الناصرية وقارب المحافظات قلنا نقول صاروا الاحتكال لا أقصد أنت شايف هذا مسيرة حيات الشعراء أنا أقول لك أختصرك يأتي مثلا مهرجان يغلطوا العريف أو كذا أنا من يغلطوا العريف وما يقول من الناصرية هاي تحزوا خاطر صحيح يعني أنا أريد يقولون مستقبلا مستقبلا إن شاء الله لك طولة العمر بعد 50 60 سنة وأنت درج الله الله ببغداد أوكي شنو يقولون ما بعد الخمسين أنت اللي تحبي قلون شاعر من الناصرية أو من بغداد هاي هاي ما بيها شنو يحبون ولا هما بكيف أنت شنو تحب أي جاء يقول لك ما بي يحبون ولا بكيف هي شاعر من الناصرية أو عن الناصر حتى لو خمسين سنة عامل من الناصرية والله والدار الله ينحم شكرا لالاتفاء هلا يعني هاي التماثين الاتفاء مهم طبعاً 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 وبغداد لازم يهتم انه هو من هالبغداد أي واحد بالدنيا لازم يهتم انه هو من هاي البيئة مئة بالمئة صحي ناخذ اسم بعد؟ كمان ناخذ اسم؟ حابة سألك عنه نوخان الخيقاني نوخان الخيقاني شاعر أكبر مني شاعراً واسماً وشخصاً جنت أباوع لهيتي وصال صديقي هاي حتي لك نظرته إلى البداية كامل الناصرية جيد فتحت عيني أنا كشاب لقيت أسامي عديدة من ضمنهم نهاد الخيقاني الأحلب نهاد من قصايدة ومن كل شي بيه إنه منتك الدرام ما يحسسك أنت شون جاي تباوع له لا يحسسك أنت أهم ويوب نهاد الخيقاني الشخص اللي يسهل شكه عثبت تجيني والله شكه خطائق الياب آخر مرة اتصلت بي آخر مرة قبل شهف تقريباً صار الفترة صار هواي صار هواي بحكم أنه أنا أبكض ومشغول وهو أكيد مشغول بس أنا هاي الفترة حتى شعر ما يعني ما جاي ننزل منشوف هاي أنت رح تتصل بي وعد وعد ريد اليوم أتصل بي هسا نطلعني حبا ها أي والله حميدي شعط ريك قبل لا تجاوب دي شن رأيك بالأسماء الأسماء بالنسبة لي غير متوقعة بصراحة بس هي أكيد كلها لا لا يعني قصدي شن رأيك من سؤالي بالأسماء يعني لربما المقابل يقول يقول مرة سأل على فنان مرة على شاعر مرة على منطقة صحي مرة على شخص يا هساني السؤال مهم والناس اللي بي مهمة وكلها محطات في حياتي وكلها ناس إلها يعني أشياء أخي نقول أو ناس خاصة بحياتك إلها فضل مرحلة من حياتي يعني جيد كمثلا قلت لك حسام عرفت من عنده أنا وين واصل الشطرة الشطرة أصلي وأهلي وذيقاء بسرعة عامة حميدي الشطري الأستاذ حميدي الشطري هو أخ أكبر أو والد خي نقول وأنا والدي متوفي هو والد الثاني أستاذ ومعلم ظهر فنقول أستند عليه بالحياة اللي عايشها يعني بأي شي جاي يصير في حياتي فالأشياء اللي كلها شخصية يعني شخصية أنه صاحب فضل عليه كحياة اجتماعية بعيدة عن الوسط الفني والشعب ألف تحية للجميع اللي ذكرتهم تحيات وتحية إليك يا حبيب الله إن شاء الله ما تعبناك بالحلقة الله يسلمك لا تعبك مرح منه تقله شكرا أقول شكرا لك أولا وأقول على هذه الدعوة الحلوة طبعا استحقارك وعلى وجودك أصلا أقول شكرا لأن الكل شخص منتظرني وانا وانا مدر وين هو قاعد ليس ينتظر ويقل لي وين جديدك و هذا أنا أشوفه يعني شي مهم إلي من نرجع وإلقى واحد شي مهتم يحسسني القيمة اللي جاية سوي بنت قل لي لي ليش ليحتى عليها ومو أقل ليش جزان غلطان وخليت يحتى عليها بس أكو أشياء أهم يقدر يحتى عليها أشوفه أكو حق مبيوك هسا ليش ما يحتى عليها يعني أشوفه أفضل إنه يحتى على ذاك على حق المبيوك كشعب وكقاع كلها أفضل منه يحتى عليها شن السبب اللي يحتى عليها حتى لو أغلطان أيهاي أهم ليش جيد تعاتب بنو أعاتب نفسي يعني على التقصير وعلى الأخطاء بس على قولة المهات المصوريشي يقول تشتغل كتير تخطأ كتير فإن أنت تشتغله هواي تخطأ هواي طبعا 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 إذا تريد تتهم شيء من القصور وياك نفسي لا ماكو غير ماكو غير لا ماكو غير يعني أنا اللي مقصر وأنا اللي بحق نفسي وأنا اللي غلطان بس أكو أحد يغلط وياك ويقصر وياك أصلا ما ننتظر أنه واحد يأدوهات بخاني نقول أنا نقل لك إذا حتل من السويزين أو نساها أفضل تماما ننتظر واحد التقصير يصيب من عنده جيد 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 عدد أصدقائك والله بصراحة يمكن أصدقاء بعيدا عن الشعر قلبك حياتي حياتي إنه صديق بس يجوز شاعر تمام بس يعني مو شعراء أصدقائي اللي ينلتقي اللي ينلتقي أنا عندي صديق أحمد أحمد راح دورة قبل فترة يعني دورة تدريبية بشغلة أشايف هايتم عليك العصرية من تصرف إن حاير وياما تطلع مو عندك واحد يقلنا ها وين أنت وخلا شوفك ويتي فيجوز هو بس واحد أرد بس أحمد أي وعرفتها من واحد وظليت ما أطلع يعني ماك واحد أخار ويقوله شكرا صالت أحمد والله صال لي يمكن سنتي أنا سنة ونصر أي مو قديم مو قديم بس بس عوض بحيث النسخة مال الديوان لطيت هي كتابت له شعون بالله اللي عوضنا عن عشرين سنة صداقات ما عرف ش أسميها بس هو صديق غادرت الأبوذية؟ غادرتها قليت منها أنا أحبها الأبوذية كل ش أحبها أبو الأكبر بس بس أنا كانت أكوفتها في حياتي اللي هي البداية لازم ندب أبوذيات اللي أنا بشطرة وفسوق الشيوك والناصر عدتهم الجديد لازم يدب أبوذية شفتها فش أنت كل ش مهتم بها حاليا قليت منها بس غادرتها لا أحلى شيء من أحلى الأشياء بالشعر الثانوية طبعا هي الأبوذية بسمح القصيدة الأبوذية نقرأ نقول أفراقك أفراقك ناب ذيبة بشط والناب حفر يحفر بقلبه ووند والناب بوب فاضل حلف تنساه والنوب ذكرته وشور العباس بيه بوب فاضل بوب فاضل أفراقك ناب ذيبة بشط والناب حفر يحفر بقلبه ووند والناب بوب فاضل حلف تنساه والنوب ذكرته وشور العباس بيه ولهسه لهسه لهسه تخر دمع بالليال فتصل عيني وهالخذان البر تفصل يبو عيون الشه اللومت تتفصل خشبت بابكم تابوت لي خشبت بابكم تابوت لي التفت لشامت وحن علي التفت لشامت وحن علي صد فهذاك العود قلبه قشر صدفه امدولغ صافن ببابكم وقفت ببابكم وانتظر صدفه الهو يدفعه واشوف القطع بيه الله ايو الله الهو يدفعه واشوف القطع بيه لقيتها يلمحطب للشوق فدواه بروحه لا موضقت في دواه فدواه يقل لي ها يا مانا محت في دول هايل ها اللعبة لعب بيه اللعبة لعب بيه ينشقه جوفي ثم يدخل قاتلي كدخول إبراهيم للأصنا مش عجب جدمك الدربة شفاي ساعب وكتبي صدري قوة نفسي ساعم دولغ 24 ساعة صنم ويخوز إبراهيم بيه الله 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 يقول وسام الحجي شاعر من شعراس والشيوخ وسام الحجي ونعم والله وسام تحياتنا إله وسام من هذا الساكت ساكت ساكت وبعدين يا أخ دافي من أبوذيتها دافي يا ابنت يقول جفة قلة وفة نكران يا بير أخوتي إخوان يوسف غدو يقول لهم قتلى استيكت عن المئان إلا بيير أبوذيته أخوتي وصف غدوا يا ابنتهي كيلي هيم قتلى استيشن جتلى استيشن يا بر الميرى من داهي ويعناك اللي ضيجه بيه اللي فتحية لك وسام والم تحية لأحمد عاشو يحبب الله 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 وشكرا لذيقار الجمال يسئلون الرجول يتكوننا إن وصيح بعالي صوت الناصرية الله سلمك تستاهل بقار الحبيب تستاهل وصلنا إلى اختام الحلقة آخر كلمة إليك نقولها الكاميرا أقول شكراً لك ولكاتب البرنامج اللي تحملنا وشلعنا قلبه وأقول إن شاء الله اللي جاي يستاهل هاي الفترة اللي انقطعت بها أعود الناس اللي تحبه عمين وانت قد الوعد يا حبيب الله سلام أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل وصلنا إياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم شكراً جزيلاً لكم في أمان الله